موسيقى موسيقى بعد أن أعلن عن انعقاده خلال الأسبوع الأول من إبريل خلافات تعيق انعقاد البرلمان ما هي الأسباب الجديدة لهذا الفشل؟ ومن المستفيد من تأخير انعقاد مجلس البرلمان الموالي للشرعية موسيقى أهلا بكم فشل اللقاء لأعضاء مجلس النواب الموالي للشرعية والذي كان مقررا خلال هذا الأسبوع في الرياض الفشل هذه المرة نتيجة خلافات حول تسمية رئيس الهيئة ولأكثر من عامين يتأجل انعقاد جلسة البرلمان بحجة استكمال الترتيبات والتنسيق ولملمة أعضائه من أجل جمعه على الأرض اليمنية غير أن الخلافات الأخيرة تؤكد أنها أهم أبرز إخفاقات المجلس وأن الفشل في التوافق على انتخاب رئيس للمجلس وامتداد للأزمة السياسية التي أطاحت بالبلاد للرئيس أجندته وللكتل الحزبية مآربها هي الأخرى فيما مليشيات الحوثي تسعى من طرف هالم المقاعد الشاغرة للمجلس في صنعاء بسم الله الرحمن الرحيم رغم المساعي للملمة شمل مجلس النواب وجمع أعضائه الموزعين على الكثير من بقاع العالم إلا أن الجميع يسعى كما يبدو لتسويق نفسه بمعزل أما تفرضه المرحلة من أولويات كان أعضاء مجلس النواب قد تلقوا رسالة من نائب رئيس مجلس النواب محمد علي الشددي دعاهم فيها إلى حضور جلسات المجلس التي سوف تعقد في الأول من شهر إبريل الجاري استنادا لقرار الرئيس هادي بحسب الرسالة لا توجد رغبة جدة بنعقاد البرلمان سواء من قبل الرئيس هادي أو التحالف لمخاوف كثيرة أهمها خروج المجلس عن سقف التحالف وصلطة هادي معان إلا أن المقرر كان جمع البرلمانيين في الرياض لنقلهم إلى المكان المقرر داخل البلاد على أن يكون الأحد آخر أيام شهر مارس الماضي هو الموعد الآخر لتواجد أعضاء البرلمان خطوة عدها مراقبون محاولة استباقية من الشرعية لانتخابات ميليشيا الحوثي التكملية المزمعي إجراؤها في الثالث عشر من إبريل الجاري لملء مقاعد النواب المتوفيين في مناطق سيطرتها سباق محموم لانتزاع الأغلبية بين الشرعية في الرياض وميليشيا الحوثي بصنعاء لبلوغ النصاب غير أن اللقاء فشل كما تقول المصادر بسبب خلاف حول تسمية رئيس لهيئة رئاسة البرلمان وهو ما ينذر بمشكلة جديدة قد تتسبب في عرقلة عقادة رغم صعوبة المرحلة التي تعيشها البلاد إلا أن الخلاف البرلماني حول تسمية رئيس الهيئة يؤكد أن المشكلة اليمنية هي مشكلة سلطة في كل مكان صراع الأجنحة في البرلمان والتنافس للاستحواذ على رئاسة الهيئة ظهر للعلن في الأوينة الأخيرة بعد أن خاضت الأطراف الحزبية معركة باردة للاستحواذ على المنصب لكن الخلاف أفشل الاجتماع مرة أخرى ليضاف إلى سجل العقبات التي تحول دون انعقاد البرلمان وتعكس تعقيد الأزمة في هرم السلطة إذن مشاهدين الكرام لمناقشة هذه الحلقة سيكون معنا عوض مجلس النواب الأستاذ شوقي القاضي هنا في الستوديو وسينضم معه الدكتور علي العبسي الباحث السياسي من ألمانيا بداية مساء الخير أستاذ شوقي مساء الفل أهلا بك إذن مجددا تتعثر جهود انعقاد مجلس النواب ليست هذه المرة الأولى التي نناقش فيها هذا الأمر لكن ما هي الأسباب هذه المرة من وجهة نظرك أو من خلال متابعتك نعم بسم الله على كل حل في بداية الأمر أريد أن أنبه إلى نقطة مهمة بعد الإنقلاب حاول المجلس وحاول أعضاء المجلس وحاولت كتل المجلس على أن يبقى مجلس النواب موحد حتى وهو منشطر داخل منشطر بقيت نسبة بسيطة في صنعه أغلبهم كان قبل مقتل الرئيس علي عبد الله صالح كان بسبب التحالف الذي تم بين علي عبد الله صالح وبين الحوثين لكن بعد مقتل علي عبد الله صالح غادر صنعه كثير من النواب وحاول بقية النواب أيضا أو عدده من البقية أن يخرجوا ما استطاعوا النقطة التي أريد أن ننبه لها للأسف يعني رغم واحدية مجلس النواب وحرص مجلس النواب على أن يبقى واحدا إلا أن مليشيا الحوثي استغلت الجزء المتبقي في صنعه وعقدت بهم جلسات تحت الإكرار طبعا وبصورة أو بأخرى بينما للأسف الشرعية ومن ورائها التحالف أيضا أغفلوا تماما دور مجلس النواب لسنين طويلة استدعينا قبل أكثر من سنة ونصف على أمل أن تعقد أول جلسة لمجلس النواب وتوافد الأعظام من كل مكان وللأسف لم ينعقد ثم طلبنا قبل خمسة أشهر أو أربعة أشهر أيضا إلى الرياض لأن نتشاور في الرياض فقط ثم ندخل اليمن محافظة عدن أو أي محافظة من المحافظات المهمة التي لها أكثر من رسالة هذه أقوى مؤسسة تشريعية هي البرلمان وبالتالي ينبغي أن لا تنعقد في مكان استثنائي ولا في جلسة سرية ولا ينبغي أن يحضرها العالم لأن كثير من مكونات العالم تعترف بالشرعية بسبب مجلس النواب فلو أن مجلس النواب انحازة للحوثيين والانقلابين لا سمح الله تعاطى العالم بطريقة أخرى لكن للأسف الشرعية تفقد أقوى سلاح من أسلحاتها ربما هي أرادت أن تتلافى مثل هذا الخطاوة وكان هناك إعلان للاجتماع خلال هذا الأسبوع ولكن فشل الإنعقد يعني ما هي الأسباب برأيك؟ الأسباب معلش يعني بنستخدم الطريقة اليمنية الأسباب هي لا تشلوني ولا تطرحون ولا تطرحوني يعني أو كما يقال في المثال العربي الشهير يعني أو باليمني أشتي كبشي وأشتي لحم من كبشي تفاوتت الأجندات كذا أنا سأقولها على بلاطة مجلس النواب أقوى مؤسسة تشريعية وإذا فع إلى مجلس النواب فإنه سيكون رافداً قوياً للشرعية ورافداً قوياً لأجندة استعادة الدولة لكن للأسف هناك بعض التخوفات سواء كانت سابقاً أنا أتحدث سابقاً وإن شاء الله تكون زالت يا رب إن شاء الله إلى الآن ما زالت حتى ينعقد المجلس أما إذا بقيت فهو نوع من نوع التخدير كان هناك بعض التخوفات التخوف الأول ألا يكتمي للنصاب المرة الأخيرة هذه اكتمل النصاب وزيادة يعني منذ مقتل الرئيس علي عبد الله صالح اكتمل النصاب وزيادة لأن كثير من أعضاء الأخوة في المؤتمر الشعبي العام انضموا انضموا إلى حتى الذين كانوا غادروا طبعاً هنا معلومة أريد أن أقولها للتاريخ عبر شاشة بلقيس كثير من النواب المؤلين لعلي عبد الله صالح والمنضمين للمؤتمر الشعبي العام عندما تحالف الرئيس علي عبد الله صالح مع الحوثي غادروا رفضوا تماماً وغادروا كثير من نواب المؤتمر وهذه شهادة لله في مقدمتهم رئيس المجلس يحيى الراعي هذه معلومة ربما عند البعض جديدة يحيى الراعي رفض تماماً التحالف مع الحوثيين والتحق ببيته في ذمار وصلتهم الرئيس علي عبد الله صالح ليقنع الراعي ليعود لكنه رفض لكن للأسف لا أدري ما هي هذه النقطة على ما استفهام طيران التحالف قصف بيته في ذمار بلا مبرر ليس هناك معسكرات ولا في مبرر اسهدف لبيتي شخصياً بيت يحيى الراعي شخصياً فما كان من أمام يحيى الراعي بعد أن قتل ابنه وأصيب الآخر ولولا لطف الله لولا أنه غادر المبنى إلى المبنى الآخر لكان قصف وقتل هذا إلى صنعام مكره أيضاً من نواب المؤتمر رئيس الكتلة سلطان البركاني الأخ سلطان البركاني رفض تماماً التحالف مع الحوثيين وغادر اليمن ولقى إلى القاهرة بعد أن قتل علي عبد الله صالح التحق بهم كثير من النواب المؤتمر فاكتمل النصاب لكن للأسف هناك تخوفات إما من رأس الشرعية في أن يأتي مجلس يفتح ملفات أولاً يتصور الأخ رئيس الجمهورية هذا ظن مني ظن أن مجلس النواب لا يستوعب المرحلة وأنا أريد أن أطمئن الأخ رئيس الجمهورية لماذا؟ والله يتصور أن هناك سيحصل بعض التنازعات بعض الأجندات المتباينة لكن ألم يثبت مثل هذا التصور بليوم هل فعلاً حدث خلاف حول هيئة رئاسة المجلس جميل أول معلومة أريد أن أؤكدها عبر القناة أن كثير من هذه التسريبات خاطئ تأليف عبارة عن تأليف كواليس غرف لها أجندات أخرى ليس صحيحاً كثير لا أريد أن أدلل لكن أنا أقولها بكل مسؤولية أن كثير مما قيل في موضوع البرلمان ورئاسة المجلس لا تروح بعيد موقع دعي أنه محترم يقول أن يلحقوا مجلس النواب قولاً أن يستأثر به الأصلاح بعد أن يستحوذ على الرئاسة وعلى السلطة التنفيذية وعلى السلطة القضائية يعني عبث بالعقول لعب لعب مكهدات هناك أجندات للأسف تشتغل ضد مكونات الشرعية تريد أن تهز الشرعية والثقة فيما بينها هناك أخبار أيضاً أن رئيس هذه طرح أربعة أسماء لهيئة المجلس رئاسة هيئة المجلس وتم الإختلاف على من يرأت هذه الهيئة يعني للأسف يعني أقول لك هذه حتى هذه المعلومة التي سربت ما هو الصحيح ما الذي حدث جميل أولاً لم يحصل أي لقاء للرئيس هادي مع رؤساء الكتل لم يحصل لقاء قريب قصد للرئيس هم قيلوا قالوا أنه النائب علي محسن لم يحصل أن اجتمع النائب علي محسن مع رؤساء الكتل هذه الفترة مطلقاً حصل تشاورات مع الرئيس هادي مع الرئيس هادي حصل تشاورات أراد النواب وأرادت الكتل أن تطمئن الرئيس هادي يعني حتى يوافق لأنه النواب لا يريدون أنهم يستطيعوا دستور الدولة وقانون مجلس النواب اللي أحد المجلس النواب تعطي النواب بنسبة الثلث أن يوقعوا على عريضة يطلبوا عقد جلسة لكنهم لا يريدون نحن لا نريد بصراحة لا نريد أن نشضي مكونات الشرعية يعني نعمل قاهدين على أن تبقى وحدة الشرعية صلبة بحيث أنها تواجه انقلاب صلب الانقلاب برأس واحد ونفس واحد ونخطط واحد بين الشرعية فنسحى إلى أن لا يتصدع تشضي حقيقي داخل الشرعية صلبة إلى الآن إن شاء الله ما في تصدي لكن هناك لازال ريبة من الأخ رئيس الدولة عدم اطمئنان لخيارات النواب هل الأسماء التي طرحت في أن الرئيس هذه لم تطرح أسماء الأربعة التي ذكرت الله عبداللهب معوضة وأنصف معي وأنصف معي نواب رائعون جدا لكن ما طرح شيء هؤلاء نواب إخواننا وزملائنا لكن هذه قائمة أولفت تعليف وعودت البركاني بالضبط هنا أريد أن أقول شيء أن الإخوة نواب المؤتمر ظلوا في حصا يعني التقوا وصلوا إلى الرياض وبقينا في الرياض يمكن شهرين كاملين أو أقل بقليل ثم لما تأخر قيل بأن الرئيس مشغول وبأن التحالف مشغول وبالتالي انتظروا خلوكم في المنتظرين النواب عادوا إلى بلدانهم الذي عاد إلى اليمن والذي عاد إلى ماكن أخرى والذي بقي في الرياض والذي بعد ذلك حصل كثير من التشاور يبدو أنه الأمر الذي نوعا ما الذي هو شبه مؤكد أنه لم يحصل اتفاق مما استدعى أن النواب الذين ظلوا في الرياض يريدون أن يعودوا إلى عوائلهم بعضهم لا عوائلهم في اليمن لم يحصل اتفاق على مرأة لم يحصل اتفاق على هيئة رئاسة المجلس الجديدة كان هناك شبه لا أقل اتفاق هل المقترح الذي وضعه البركاني صحيح بأن كل كتلة تقدم يعني شخص ترشحه منها ليتم تكوين هيئة المجلس هذا كان من ضمن الخيارات من ضمن خيارات التشاور أن الإخوة في المؤتمر يقدم مرشحهم والإصلاح يقدم مرشح والجنوبيون يقدم مرشح والمستقل إلى يعني كمكونا المكوة التوليفة التي تقارب مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وتقارب حجم الكتل يعني شيء من التوفيق لكن ليس هنا الخلاف الخلاف في من الأشخاص الذين يتولون أو بالأصح من الرأس الرئيس هادي يبدو أنه غير مطمئن إلى كثير من الأشخاص الذي ربما يعتقد أنهم سينازعونه صلاحياته أو كما يقال أنه مبرر مشروع في أن الشرعية يجب الآن أن تبقى برأسا واحد لأنها في مرحلة حرب وإلى آخر فهناك تصور ربما لكن هذا الرأس لم يفيدنا حتى الآن يعني الرأس الواحد ربما نحن نأمل بمجلس النواب أن يحرك المنطل إلى بالعكس كلامك صحيح أستاذ آسيا مجلس النواب لو انعقد سيوصل أكثر من رسالة وسيحقق أكثر من هدف سيوصل رسالة للعالم نهائية رسالة محسومة بأن الشرعية الدستورية والشرعية التشريعية منحازة ضد الإنقلاب لأنه لا زالت هناك مكونات بسبب بعض انعقادات البرلمان العربي والبرلمان الدولي لا زالت تمثيل نصف بنصف حتى مات على عبد الله صالح قتل على عبد الله صالح نوعا ما فأغلق الباب عليهم لكن يمكن أن يفتح لأن مبنى مجلس النواب في صنعه ولأن أعضاء مجلس النواب وتعقد جلسات لا زالت تعقد طبعا بصورة وهمية لا يحضرها أكثر من 10 إلى 15 نائب حتى النواب الذين هم في صنعه هذه معلومة ينبغي أن نعرفها النواب الذين هم في صنعه ما يحضروا كلهم نهائيا يحضروا أحيانا في ظل ترهيب أو ترغيب يعني معين لكن ما يحضروا نهائيا طب لماذا أخذ موضوع رئاسة المجلس كل هذا الاهتمام والمنافسة رغم أن البلد كلها في وضع مزري لا يحتاج ربما المنافسة هذه كلها على منصب هو يعد يعني أراه منصب انتحاري يعني في مثل هذه المرحلة هناك لو أن الأمر طرح للنواب وكتلهم لتوافقوا ليست هناك مشكلة لدى النواب أين المشكلة لدى المشكلة لدى رئيس الشرعية الرئيس عبد الرب منصر هذه ولدى التحالف هنا المشكلة هكذا على بلاطة يعني لو ترك الأمر للكتل البرلمانية لتتوافق على هيئة رئاسة جديدة للمجلس لتوافقت لكن للأسف الرئيس هادي يريد شخص يطمئن إليه و روبما هو هكذا يبرر أنه يريد أن يكون سندا له لا منازعا ولا التحالف يريد أيضا رئيس مجلس نواب لا يأتي بصداع لأن بعض أجندات التحالف يؤمن على ما يريد نعم إذن اسمح لأستاذ شوقي أن ينضم معنا الدكتور علي العبسي الباحث السياسي من ألمانيا عبر الهاتف مسأل خير دكتور علي مسأل نور نعم إذن بين فترة وأخرى يتم الحديث عن ترتيبات في انعقاد مجلس النواب ثم تفشل هذه الترتيبات أو الجهود سريعا من وجهة نظرك أنت أستاذ دكتور علي لماذا تفشل لا تبدو الشرعية وجدت في موضوع الالتئام مجلس النواب سمعنا هذا الحديث كريرا أخرى السنتين الماضيتين الأكثر من مرة ما هو عود بإعقاد المجلس في عدن وتبدو الاستعدادات ويتم استدعاء على أعضاء مجلس النواب مواجهين الشرعية إلى الرياض ولا نرى بعد ذلك خطوات أخرى يعني يبدو فعلا أن الشرعية ليست مهتما رئيسة أقرب منصر هذه ليست مهتما كثيرا بتفعيل مجلس النواب أعتقد أنه يرى في تفعيل مجلس النواب منازعة له في الصلاحيات دعينا نرى أن الرئيس يستطيع تغيير كل الطاقة يستطيع تغيير نائب الرئيس يستطيع عزل رئيس الوزراء لكن في حاكم مجلس النواب هو لا يستطيع أن يعزل رئيس مجلس النواب منتخب مثلا لا يستطيع أن يسيطر على مجلس النواب أي قرارات من مجلس النواب هي قرارات ملزمة دستوريا بالنسبة له الشرعية دستورية وشرعية القرارات وشرعية اتخذ القرارات التي يحتكرها الرئيس حاليا هذه الصراحيات. نعم حتى على المستواني تشكيل حكومة جديدة لابد أن يوافق عليها مجلس النواب. أليس كذلك؟ بالضبط. هناك إجراءات سوريا يجب أن تقدم الحكومة برنامجة إلى مجلس النواب خلال الميزانية وكل الإجراءات القانونية. حتى مشاريع القوانية يجب أن يقررها مجلس النواب. إذن أليست هذه خطوات إيجابية أستاذ دكتور علي؟ في ظل أن نقول استعادة الدولة عافيتها وبدأت تعود تدريجيا لممارسة مهامها عبر مجلس النواب الذي ربما سيخفف الحمل كثيرا على هذا الذي عمليا لا يقدم شيء على الأرض؟ دعينا نعترف أولا بأننا لم تكن لدينا دولة مؤسسات قبل هذه وفي عهد الرئيس الطابق عبدالله صالح. لم تكن لدينا دولة مؤسسات مجلس النواب كان تابع عن السلطة التنفيذية وكان تابع عن الرئيس الجمهورية والرئيس صالح مباشرة. كان يدير المجلس كما يريد. لم يكن لدينا مجلس النواب حقيقي كمؤسسات السورية حقيقية. وهو ما يخشى الرئيس هذه. هو يدرك أن مجلس النواب الآن ولا يسيطر عليه. يعني أغلب أعضاء مجلس النوابهم وينتمون إلى المؤتمر الشعبي العام. هناك تنازع بين أطرافه. هناك تنازع بين أجنحة مختلفة. أول جناح الأضعف. أول جناح الأقل نفوذا في المؤتمر الشعبي. أم هو ما يدعم الرئيس هذه. شخصية مثل سلطان بركاني أو غيره. يعني أوقع هي تتقف مع الرئيس هذه النظرية. ولكنها واقعيا ليست معه أبدا. وبالتالي الرئيس يخشى فعلا. يخشى فعلا أنه يسلم. لن نقول أعداءه. ولن نقول أشخاص لا يضمن ولا هم سلطات دستورية. وسلطات كبيرة. سنازعه أتخاذ القرار. وبالتالي لا أعتقد الرئيس متحمس كبيرا لهذا الموضوع. ولا حتى التحالف السعودي الإمارات متحمس لهذا المسألة. هم يريدون أشخاص يثقون بهم تماما. ويستطيعون أن يديرهم. ابقى معي قليلا دكتور علي. إذن تتفقان ربما على نفس وجهة النظر في أنه لا بد من شخص يتم ثقة به. سواء من الرئيس هذه أو من التحالف. لكن مسألة أن شخصيك البركاني ظاهرا مع رئيس هذه. لكن عمليا ليس معه. لا تجكل إذن نقطة قلق حقيقية. لا بد من أخذ حسبانها. هو كرموذج. وهناك الكثير ربما بنفس الآلية. ربما الأمر يحتاج إلى شيء من الاستفسار أو التفصيل. كيف البركاني أو غيره. وكيف مع الرئيس هذه وهو حقيقة ليس معه. يعني إن كان الرئيس هذه كشخص هذا شيء. وإن كان كشرعية فنواب الذين التحقوا بالشرعية. لا نشكك مطلقا بأي واحد. لكن اسمح لي دون تسمية هناك نواب التحقوا. وأناس ليس فقط نواب التحقوا بالشرعية بعد مقتل صالح. ولكن بالشرعية التي تؤمنها الإمارات. ليست الشرعية التي يعني مع شرعية ذاتها. ونعلم تماما أن هناك أطراف تغذيها الإمارات. ويعني تموّلها. فبالتالي هناك إذن قلق أحيال هذه المسألة. وهناك نواب أيضا مع الانتقالي. وهناك يعني أنت تحاول أن توضح أن البرلمان على قلب الرجل واحد. لكن عمليا هو ليس كذلك. لا هو ليس على قلب الرجل واحد يعني مئة في المئة. هو حاول ولا زال يحاول على أن يكون على قلب الرجل واحد. مع وجود تباينات. لم يطرح المحاك حتى نقول على قلب رجل واحد أو شركاء متشاكسون. يعني للأسف كان عقادة المجلس كان سيثبت. وبيد الرئيس كثير من الأوراق. طبعا هنا معلومة أريد أن أضيفها لما ذكرها الدكتور علي. رئيس الدولة لا زالت له بحكم. وقت خلاف المؤتمر أي النواب أن تعود إليه المسألة. من ناحية دستورية ومن ناحية المبادر الخليجية. له أيضا نصيب. ومعروف أن رئيس الدولة يستطيع أن يحل مجلس النواب. يعني للأسف الأنظمة السابقة عبثت بالقوانين والدساتير. وبالتالي أوجدت مجلس يعني استطيع مجلس رئيس الدولة أن يحله. لكن بشرط أن يقرأ انتخابات خلال ما لا يزيد على شهر أو ثلاثة. وهنا الصعوبة التي يعني أنا أريد فقط أن أقول أنه ليس لدينا قراءة واضحة. حتى ندين هذا لسين أوصاد من النواب في أنه ليس مع الرئيس هادي. انقصدنا بالرئيس هادي كرأس للشرعية. أما إذا كان الرئيس هادي كشخص. كأداء. كمزاج وكأداء. واتفاق على كما يقال بر بحر جو جو. فالمعلومة صحيحة أن كثير من النواب ليسوا مع هذه التوجهات التي روم. ولكن لا نستطيع أن نقزم بها حتى لا نظلم أحد يعني. إذن دكتور علي يعني برأيك كيف يمكن أن تتنافس الأحزاب على هيئة رئاسة المجلس. وتختلف على ذلك بينما البلاد غارقة عمليا. يعني في ظل فوضى تعد ضائعة. ثم أنهم لا يستطيعون حتى العودة إلى مناطق محررة حتى يختلفوا فيما بينهم من سيرأس هذا المجلس. أنا أعتقد أن أخبة السياسية اليمنية بما فيها أعضاء مجلس الموابى. لن أقول كلهم ولكن جلهم. فهم أحد الأسباب الأزمة التي تعيشها اليمن والحرب التي تعيشها اليمن. لن يكون أبدا حلا في يوم الأيام. من الأسف الشديد. التجربة البرلمانية في اليمن باستثناء ربما البرلمان الأول بعد الوحدة. الذي قدم نموذجا محترما ونموذجا مستقلا لمؤسسة دستورية. ما أتلى بعده كانت عبارة عن ديكور دستوري فقط وسياسي. يدعم دائما رأس النظام. ويدعم الحكومة الأغلبية دائما. أو الحكومة الرئيس صالح دائما. الأسف الشديد. أغلب الأعضاء أصبح لهم 14 سنة في مقاعد في مجلس النواب. لم يعودوا فعلا يمستنون فعلا إرادة الشعب. التنافس السياسي والمصالح الشخصية تعلو على كل شيء. تعلو على كل صوت حتى على صوت الوطن في وقت الأزمات. هذا ليس اتهاما. ولكن هذا إقرار واقع. ودعيني أذكر الأستاذ العزيز الشوقي القاضي في مسألة أن المجلس النواب لم يضع في المحاكة. دعنا نرى كيف جرت محاولة الرئيس لتوحيد المؤتمر الشعب العام الذي هو أمينه العام. فشل الرئيس هادي في توحيد المؤتمر الشعب العام. ورغب أنه استطاع جمعهم في القاهرة أكثر من مرة. حاول استقاب أكثرهم بعادتهم إلى مراكز في الدولة. بإعطائهم مصالح من نوع ما. بتقريبهم له. وتعينهم المستشارين. ولكنه فشل في توحيد المؤتمر الشعب العام الذي يمثل القوام الرئيسي والأساسي في مجلس النواب. فإذا فشل الرئيس في توحيد الحزب الذي يرأسه. كيف سيضمن أن يقف معه مجلس النواب عندما ينعقد وعندما تصبح له سلطة حقيقية. هذا أولا. ثانيا علينا مع احترامي الكبير للشخصية الشيخ سلطان الباركاني. ولكن نحن رأينا عندما زار أحمد علي في أبوظابي. رأينا أكثر مرة يعبر عن خط مستقل. وهو ربما حتى مضاد لسلطة الرئيس هادي. مع اختلافنا واتفاقنا مع سلطة الرئيس هادي. ولكن الشخصية مثل الشيخ سلطان الباركاني. لا يمكن أبدا أن تصبح بأنها من رجال الرئيس هادي. هذا أعتقد أبعد وصف ممكن عنه. على جميع. هذا كان في حضرتك. هما عادوا إلى حكم الرئيس هادي أو إلى الشرعية الدستورية. بعد مقتر الرئيس السابق علي عبدالله صالح. كانت العودة المضطر وليست عودة المختار. وبالتالي لا أتوقع أبدا أن عندما ينعقد مجلس النواب. إذا لم ينعقد أو حتى إذا لم يختار أي شخصية لقيادة مجلس النواب. أنه سيكون سندا للشرعية في اليمن. بل أعتقد أنه قد يكون ربما عبا على الشرعية. وسيعرقلها مع اختلاف مع هذه الشرعية. أنت تفضل أن لا ينعقد مجلس النواب بهذا الشكل. ألا تجد أن هناك مسؤولية تقع على البرلمان في هذه المرحلة الحارجة؟ أعتقد إذا كان هناك شخص مستعد لتحمل المسؤولية. فالرئيس هادي يستطيع القيام بهذه المسؤولية. لدي كل الصلاحيات. لماذا لنقوم بها؟ ماذا نتوقع من مجلس النواب؟ هو مجلس النواب من قسم على نفسه. ولدي هناك صراع صوان بين أجنح مختلفة من مؤتمر شعب العام. بين شخصية قيادة في المؤتمر شعب العام. الأسلح أيضا الذي نسبه في مجلس. هناك تناقض كبير. وهناك تجاذبات بين أعضاء مجلس النواب. نحن لا نراها الآن ربما. لأنها ليست ظهر على العين. ولكنها موجودة بالفعل. وكانت موجودة في السابق. وستظل موجودة في المستقبل. القريب والبعيد. أنا أعتقد أن مجلس النواب ربما يكون كشكل دستوري. سنتقدم النوعا ما. من ناحية الشكل. لكن في الناحية العاملية. أعتقد أنه لن يقدم أخر شيء. ربما حتى سيعقد المسائل. أكثر ما هي معقدة. نعم. سنقل هذا الكلام للضيفي هنا في السيديو. شكرا جزيلا لك دكتور علي العبس. البحث السياسي كنت معنا عبر الهاتف من ألمانيا. إذن يجد الدكتور أن إنعقاد المجلس ربما كشكل دستوري. يمثل خطوة إيجابية أو خطوة إلى الأمام. ولكن عمليا لن يكون له أي تأثير. وإنما قد يشكل عبء على الشرعية. ما رأيك؟ والله هذه وجهات النظر طبعا محترمة يعني. بسبب تراكم السلبية لدى مجلس النواب. يعني رسمت هذه الصورة. لكن إذا كان منظمة واحدة أحيانا منظمة واحدة مدنية متطوعة. تشتغل دوليا حتى تصل إلى مجلس الأمن وإلى الأمم المتحدة. فما ظنك لو أن مجلس النواب قام بأدواره. لو أن لقنة الصحة قامت بأدوارها في التواصل العالمي حول أوضاع الصحة. لو أن لقنة حقوق الإنسان تحركت في موضوع حقوق الإنسان. يعني تقرير واحد من مجلس النواب في العبثة الحاصلة الآن في اليمن. والانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي والمليشيات الأخرى. تقرير واحد من مجلس النواب قد يصل إلى ما لا يصل غيره. وبالتالي مجلس النواب أداة يعرفها العالم كله. إن كنا نحن لا نقدر ماذا يعني مجلس النواب. فالعالم كله يعرف ماذا أن يكون مجلس النواب. ونظر الآن إلى تقربة فينزويلة. كيف لما قاد الحراك ضد رئيس الدولة رئيس مجلس النواب. تعاطى معه العالم كله. يعني كثير من العالم. وبالتالي مجلس النواب مؤسسة كبيرة. لكن ربما نتفق مع الدكتور علي. نعم خاصة دكتور اسمحني. يعني مشكلة يعني أنت قلت أن ربما يعني تقرير واحد من مجلس النواب قد يقوم بدورها أمام العالم. لكننا وجدنا أيضا خذلان من قبل مثلا الخارجية وسفاراتها في العالم. في مدى تواصلها مع العالم وإيصال الرسالة. حتى حقوق الإنسان ووزارة حقوق الإنسان. الإعلام كل وزارة هي الآن يعني لديها وزير ولديها ميزانية. ولديها تشغيل ولديها رواتب بالدولار. لكن هذا تقوم بعملها على الأرض. فالمتابعون يخشون أن يكون الوضع كما في مثل هذه الوزارات. أن يظل مجرد شكل تم إنعقاد المؤتمر والبرلمان. ولكن لن يحدث فرق. هذه من ضمن المبررات التي تدعونا إلى إنعقاد مجلس النواب. وتدعو بعض الأطراف في الدولة وفي الحكومة أقصد بالتعليل إلى رفض إنعقاد مجلس النواب. لقان مجلس النواب ليسوا موظفين في سفارة ولا في خارجية. لقان مجلس النواب هم عبارة عن تنوع أولا من جميع الأحزاب. من جميع المكونات. فإذا توطأ سين أو صاد فلن يتوطأ الآخرون. الأمر الآخر هم ممثلون للشعب. ليس ممثلين للتنفيذيين. هم يعني يتواصلوا مع الانتهاكات. يعني الأمهات التي يعتصمنا الآن في أمام يعني مقرات الحوثيين أو في محافظات أخرى ضد الانتهاكات. هؤلاء سيعتصموا في بيت عضو مجلس النواب فسيضطر عضو مجلس النواب إلى أن يفعل قضيتهن. يعني مجلس النواب آليته مختلفة تماما عن أداء الحكومة. الأمر الآخر التخوف من أداء مجلس النواب في أن يختطفه يعني سين أو صاد من الناس. مجلس النواب يتحرك جماعيا بآليتين. الآلية الأولى هي آلية الأغلبية في التصويت. والآلية الثانية هي آلية الاتفاقات منها المبادرة الخاليجية. التي تدعو وتطلب يعني تتحث وتلزم بالتوافق. وبالتالي فأيضا في نقطة مهمة أن الآن الأحزاب السياسية أمام المحك بعد أن كفر بها الناس. اليوم كل حزب يريد أن يفعل شيء عبر أعضائه في مجلس النواب سيفعل ما يزين صورته حتى ولقنا سياسي. هذا إذا افترضنا أن نعوذ مجلس النواب ليس له ضمير وليس له أي صلة بالوطن والمواطنين. هذا إذا افترضنا يعني أسوأ احتمال سيتحرك بأجندات أخرى وبأسباب أخرى. ولهذا تحرك مجلس النواب فيه من الإيجابية للشرعية وللأوضاع اليمنيين الحالية. وفيه أيضا إيجابية للتحالف. هذا إذا أردنا مؤسسة شريعية مؤسسة دولة. لكن للأسف البعض يريده يعني متعود على أداءات أفراد في حكومة أو في شؤون قبائل. يستقطبوا بشوية مال وكذا وانتهى القصة هذه مؤسسة. وبالتالي بالعكس أنا أرى أن إنعقاد مجلس النواب وتفعيل دوره سيكون رافدا للشرعية إيجابيا 100%. إذن الحوثيون في صنعاء يريدون عقد انتخابات للمقاعد الشاغرة. ما رأيك بمثل هذا الإجراء؟ هذه كارثة. وأنا دائما أقول عبارة. ما سجل الحوثيون أو مليشيا الحوثيين هدفا إلا على حين غفلة من الشرعية. عندما تنام الشرعية يسجل الحوثيون هدف. يعني على سبيل المثال هذه النقطة. كثير من هؤلاء النواب في المحافظات المحررة. فيستطيع الشرعية أن تقري أي نوع من أنواع الانتخابات. لتصعيد بدائل عن هؤلاء رحمة الله عليهم. عندنا أكثر من ثلاثين نائب متوفي يعني مات رحمة الله عليهم. الحوثيون الآن يعملون على هذه الجزئية. على الثلاثين المتوفي أو على كل من يعني هو غائب عن. هم يريدون أن يقول لك فقعوا بالموت يقبل الحمى. نعم يعني المقاعد الشاغرة بشكل العام. هم يريدون أن يشتغلوا شغلين. الشغل الأول في موضوع المتوفين في المتوفين يعني في دوائرهم. في المناطق الخاصة على سيطرتهم. والشغل الذي يخوفون به أنهم سيعملون ضد النواب. وأنا لا أستبعد أن يفعلوها الثنتين. هل سيكون إجراء صحيحة؟ هل سيقبل به العالم برأيك؟ أيوة هنا للقضية العالم. من ناحية الإجراء صحيح الإجراء ليس صحيح. لأنها انقلاب وما بني على الانقلاب فهو باطل. ولأن النواب لا زالوا متواجدين وحاضرين. والشرعية يعني واضحة. والعالم كله يعترف بالشرعية. العالم كله يعترف بشرعية الرئيس هادي. وشرعية حكومته. ومن ثم يعترف بكل المكونات المنتمية للشرعية. لكن ما أين الخوف؟ الخوف أن أجندات المجتمع الدولي للأساف. وأجندات المجتمع الإقليمي للأساف. أجندات متقلبة لا تؤمن. لا تؤمن تماما. فليس هناك. لا أستبعد مطلقا. لا أستبعد أن هناك تواطع. من أجل أن يمرر الحوثيون أجندتهم في هذه يعني لا أسميها انتخابات. وإنما يعني هذا الأمر الذي يسعون له. بعد ذلك ربما يحصل توافقات. وتعتمد لهم نسبة غالبة. لأنهم أيضا يشتغلون على هذا الأمر. يشتغلون على أن فرض الأمر الواقع. فربما يريدون أن يفرضوا عددا من النواب الذين سيجعلوهم نواب. ثم يتدخل المجتمع الدولي على أن يعطوا حصة ربما معطلة على غرار التوافق اللبناني. الذي جعل الحزب الله حصة معطلة في البرلمان وفي الدولة. وهذه نغمة قد شمت. بل بعض الناس سمعها من بعض المبعوثين الدوليين. ما رأيكم لو أن هناك حلول تشبه الحلول اللبنانية. وأنا هنا أجدها فرصة لأحذر النخب وأحذر الشعب اليمني كله. وأحذر الشباب اليمن الحر أن لا يرضى مطلقا. والله أن استمرار هذه الظروف والحالات أهونوا وأخفوا من أن يعتمد النموذج المعطل. الذي أفقد الدولة في ذاك البلد ليس هناك دولة. هناك ميليشيا تتحكم بالجيش وتتحكم بالدولة. وتفرض سلطاتها وقراراتها وخياراتها على الكل. عندما رفضت أن يكون هناك رئيس ظلت الدولة بلا رئاسة. وعندما رفضت أي توفق في الحكومة ظلت الدولة بلا حكومة. وميليشياتها أقوى من الجيش. وإن أعطيها الجيش صورة رمزية. لكن ميليشياتها أقوى من الجيش. تسليحا وأقوى من الجيش فرضا في الأمر الواقع في أي مكان تريده. لا معقبة لها ولا مانع لاقتحاماتها. تتوقع أن تقبل الشرعية بمثل هذا النموذج خاصة أن لا يسلم الحسيون أسلحتهم. وهذه طبعا أنا أجدها من سابع المستحيلات أن يقبل الحسين بتسليم أسلحتهم طواعية. والله العبرة ليست في أن تقبل الشرعية أو لا تقبل. لأن للأسف الشرعية إذا كان ما أحسنت خياراتها في لحظات الحرية لها. يعني فقدت كثير من عوامل قوتها في فترة أن لها صوت. وأن لها قبول. فما ظنك لا سمح الله إذا حصلت بعض التوافقات. وأنا هنا أحذر ستكون لعنة في جبين الشرعية من الرئيس هادي ونائبه وحكومته وبرلمانه ونحن منهم. وقميع المكونات السياسية ستكون لعنة التاريخ عليهم إن قبلوا بأي حلول كالنموذج المعطل في لبنان. نعم إذا هل تعتقد أن العالم يعترف مثلا برئاسة الراعي للبرلمان هل ما زال يعترف به رئيسا للبرلمان. إلى الآن نعم إلى الآن نعم لأنه يعني لم نختار نحن رئيسا للبرلمان. قلت لك أختي بأننا حرصنا جدا كنواب على أن نبقي مجلس النواب كثلة واحدة. لنحقق هدف أن الشرعية وكان لدينا ولا زال لدينا كثير من المبررات. يعني على سبيل المثال نحن نتحدى مليشيا الحوذي أن يسمحوا ليحيا الرعي بالمغادرة. أنا أتحدهم يسمحوا للنواب الذين هم في صنعاء بالمغادرة. سيغادر لن يبقى معهم أكثر من أصابعهم. المؤمنين بأفكارهم. ما فيش كثير يعني. يعني لو استعرضت الأسماء الآن لن تتذكرين ربما يحيا الحوذي ولا أظن. سيمكن يرجع يحيا الحوذي لبنان ألمانيا. يعني مجلس النواب لم يستطع الحوذي أن يختطفهم. علي عبد الله صالح بحكم نوابه في البرلمان هو الذي قوى مؤسسة الحوذيين بالبرلمان. فلما قتل عاد النواب تركوا صنعاء وغادروا. ولو ألا أن البقية منعوا من السفر لا لحقهم الكثير يعني. وبالتالي ما يعني لا زال العالم لم يعترف برئيس البرلمان ولا زلنا نحن نعترف. إلى أن ينعقد البرلمان ويختار هيئة رئاسة جديدة حين إذن. هل تتوقع أن يتم تجاوز هذه الإشكالية على مسألة الرئاسة حتى يتم إنعقاد البرلمان قبل أن يقوم الحسين بتحركاته؟ هناك وعود بل أحيانا لكن أنا بالنسبة لي إذا أردت أنم طبيعي نفسي في يعني. يأست. ليش يأست. غسلت يدك. لا أنا عارف بالضبط أسباب التعطيل فلا زالت أسباب التعطيل قائمة. قائمة. وما زالت ولأنها لا زالت قائمة فسيطول غياب المنع المجلس من أن ينعقد. يعني أن يتحرك بعض الأشخاص المغمورين ويهددوا دولة ويهددوا مجلس النواب ويهددوا الشرعية ويهددوا التحالف. عندما قيل بأن مجلس النواب سينعقد في مدينة عدن بربعة يعني بعض هؤلاء الغلابة يعني. ويقول على قثثنا يعني لولا إعاز من بعض الدول التحالف. نعم الدور الذي تقوم به دول التحالف هذه برياض وأبو ظبي يعني. ألا تشكل أيضا يعني نقطة علامة استفهام كبيرة بالنسبة للشرعية. لما ترفض مثل هذه الدول إنعقاد مجلس النواب. يعني أرغم أنها هي التي أتت لاستعادة الشرعية في كل موقف تريد الشرعية استعادة نفسها في تكون هي أول من يعرقلها. ما أعلن من أهداف التحالف شيء. وما يحدث شيء. ولكن للأسف ما يحدث الآن في الفترات الأخيرة شيء يتنافى تماما. يعني على سبيل المثال ألف باء أبجد. كما يقال يعني بدهيات استعادة الدولة تفعيل مؤسساتها في المحافظات المحررة. نقول أن هناك خمسة وثمانين في المئة من الأراضي المحررة. لا أدري كم بالضغط منها بيد الشرعية. لأن هناك تكونت مليشيات جديدة اختطفت قز من الخمسة وثمانين أكثر. يعني على سبيل المثال الأحزمة والنخاب. وهنا أريد أن ننبه أحرار تعز. أنا لا أتحدث مع العبيد. أين كانوا العبيد أحزاب مستقلين. أتحدث مع أحرار تعز هنا في هذا القزية. احذروا يا شباب تعز. احذروا يا أحرار تعز. أن تسمحوا بتكوين أي مليشيات تحت أي غطاء من الأغطية. عدم مؤسسات الدولة وفقط. احذروا الأحزمة والنخاب والمليشيات لأي جماعة لأي شلة لأي مجموعة. يعني تقربة مريرة قاسية. أعتقد أن لا أحد سيقبل بتكرار ما يحدث الآن. والله العبيد يقبلون. مشكلة الأوطان في العبيد وفي المكايدات وفي الأحقاد. ما الذي يدبع بعض الرؤساء إلى أن يدعموا مليشيات؟ الحقد أحيانا يعمي. وبالتالي نخشى أن تتدخل هذه النفوس المريضة وتستقوي وتتواطى. ماذا عن موقف الأحزاب السياسية من كل هذا العبث والتراخي بالمؤسسة التشريعية للبلاد؟ موقف الأحزاب السياسية كذا يعني ما عليش سيمحوني أحزاب سياسية جميعها سلبي جدا سلبي للغاية. وكأنها ليست موجودة ليس كذلك؟ لا لا الحزبية أصلا اختطفت. إذا كان لم يسمح للأحزاب السياسية في أن تنعقد. عندما أعلن بأن هناك تحالف جديد. نعم. حزبي سياسي موالي الشرعية. استبشرنا خيرا. ثم إذا بالاجتماع يجتمع لعلماء السنة. لإصدار بيان علماء السنة. هذا جمعيات هذه مشايخ. يجتمعوا. لا مانع طبعا. جميل أن ترفض الشرعية ويرفض التحالف بكل المكونات. لكننا نحن نتحدث عن مكونات سياسية حزبية. منعت. منعت. وبالتالي للأسف الأحزاب السياسية. وقيل للأحزاب السياسية. قيل لهم هكذا أنتم استضفتم. بأسمائكم وأشخاصكم ولم تستضافوا كأعزاب. والأحزاب للأسف استمرأت هذا الإقصاء. هذه الإقتضافة. نعم. وإلا تستطيع أن تجتمع في أي مكان. ولن يمنعها أحد طبعا. للعلم. هي تخوف نفسها كما يقولون في علم النفس. أن 70% مما نخافه لا يقع. الأحزاب السياسية لديها تخوفات. والله لو اجتمعات لن يحصلها شيء. نعم. إذن شكرا جزيلا لك شوقي القاضي عوض مجلس النواب. كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. أشكركم أيضا مشاهدين الكرام. لحسن امتبعتكم. لأن ألتقيكم في مساء يمني جديد. تكونوا برعاية الله وأمنه. 이� points بجدologies أ غارب تبشياء أجنبونا شكرا